هذا وتواصل مملكة البحرين جهودها في مختلف أوجه العمل الإنساني دعم للمتضررين في الدول الشقيقة والصديقة وتأتي المبادرات الإنسانية البحرينية ضمن مساعي المملكة المستمرة لترسيخ التضامن الدولي انطلاقا من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم منذ بداية الألفية الثالثة والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تعمل بكل جهد لتقديم الرعاية الشاملة للفئة المستهدفة والاهتمام بشؤونها من النواحي المادية والنفسية والاجتماعية تحقيقا لرؤية جلالة الملك المعظم من خلال إنشاء وتنمية المشاريع الاجتماعية والخيرية بمختلف أنواعها إضافة إلى المساهمة في أعمال التنمية المستدامة من خلال تنسيق مستمر ومشترك توسع ليصل صداه من مملكة البحرين إلى العالم أجمع مؤسسة عالمية رائدة في العمل الخيري والإنساني استطاعت أن توثق شراكتها الخيرية عالميا إثر دعم الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقق أداء متميز داخل المملكة وخارجها إضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب التي مكنت المؤسسة من العمل ضمن خطة استراتيجية بعيدة المدى تحقق التطلعات وتضفر بالجوائز العالمية بمختلف مجالات العمل الإنساني مواقف ثابتة وواضحة لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا تجاه الأشقاء والأصدقاء في مختلف دول العالم عكسها العمل الخيري المتمثل في هذه المؤسسة التي ساهمت في مد يد العون وتخفيف معاناة الشعوب في الدول الشقيقة والصديقة ومساعدتهم انطلاقا من الواجب الإنساني لتؤكد في كل عمل أهمية ترسيخ التضامن الدولي وفق منهج مؤسسي منظم